قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد محمد صديقي بزيارة ميدانية لعدد من مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية التي تم إطلاقها على مستوى عمالة أغادير إيدوتانان التابعة لجهة سوسماسة وقام السيد صديقي بزيارة البنية التحتية لميناء الصيد البحري بأغادير وكذلك سوق السمك كما قام الوزير بزيارة للمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية الذي تم إحداثه من أجل مواكبة وتحقيق الأهداف التي حددتها السراتيجية أليوتيس هذه الزيارة التي تدخل في إطار التتبع المشاريع والأوراش أليوتيس للهيكلة والتنظيم الصيد البحري يعني البلون أليوتيس أعطى واحدة دينامية كبيرة في هذا القطاع لا من جهات تنظيم المهنيين ولا من جهات البنية التحتية قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بجهة أغادير يمتد على مسافة تصل إلى 116 كم ويتكون قطاع الصيد من أسطول صيد نشط يتكون من 1151 و20 ألف بحار نشط و518 تاجر جملة نشط